تطورات ميدانية جديدة قد يشهدها الجانب الشرقي من محافظة ديريزور خلال الأيام القليلة القادمة وسط الحديث عن قرب هجوم عسكري تحضر له الميليشيات الإيرانية باتجاه مناطق قساد على الضفة الشرقية لنهر الفرات التحرك العسكري المفترض للميليشيات الإيرانية المتمركزة على الضفة الغربية للنهر يرجح أنه سيبدأ من قريتي الصالحية وخشام نحو معمل كونيكو للغاز الذي تسيطر عليه قساد مدعومة بقوات التحالف الدولية في المقابل ناشطون رأوا أن العمل العسكري مستبعد للغاية نتيجة خضوع المنطقة لتفاهمات دولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لكن ما جعل القضية تتأجج من جديد هي التعزيزات العسكرية التي أرسلتها الميليشيات الإيرانية إلى مناطقها وسط ترجحات أنها لتثبيت نفوذها أكثر بعد هجمات متفرقة تعرضت لها من قبل خلايا داعش لسيما وأن الميليشيات الإيرانية استقدمت عددا من عائلات مقاتليها تخوف ميليشيا قسد دفعها للحديث عن أن هجوما ضدها يلوح في الأفق للسيطرة على معمل كونيكو والضغط على قسد التي تواجه تنظيم داعش شرقي دير الزور في آخر جيوبه ميليشيا أسد الطائفية إلى جانب الميليشيات الإيرانية ما فاتت تحاول خلال الأشهر الماضية السيطرة على معمل كونيكو لكنها لقى ضربات قاسمة للظهر من قبل التحالف الدولي لسيما ضرباته لها في شهر حزيران